عم تستشفي من طاقات سلبية يمكن من ادكشن معين ممكن يكون هذا الادكشن هو حب هذا الشخص وعم بشوف الامور بتمر على نجاح عم تستشفي فعلا من هذا الموضوع شايف فيه بالعمل فيه رزقة حلوة جيتك اما من شغل انت يعني اشتغلت عليه لك فترة او انه ممكن تكون تطور في العمل معين ممكن تكون فرصة جديدة للناس اللي ما عندهم شغل او حتى للي عندهم شغل فرصة جديدة كتير حلوة عم بتكون عم يوصلك اخبار كتير حلوة عن موضوع اللي علاقة بدراسة بعثة منحة اذا كنت عم بتفكر بهذا الموضوع عم بتوصلك مثل موافقات او تطمينات بالنسبة لهذا الموضوع شايف فيه نوع من الكارمة او نوع من الججمنت رح يصير رح تاخد حقك اللي قلنا فيه شخص ظلمك فيه شخص تعد عليك او ان كان على الصعيد العاطفي او على الصعيد المهني عم تاخد حقك منه وتكون كتير مبسوط ومبهور يعني بالنتيجة او غير متوقعة ما كنت تتوقعها لا الوقت ولا المكان ولا الزمان كنت تتوقع انه تاخد حقك بهاي الطريقة ولكن الحمد لله عم تاخد حقك بي او عم بتكون كتير مبسوط عم بشوفك او فقدت الامل في شخص معين فقدت الامل في او في شخص كنت معتمد عليه بشكل كبير يمكن هو هذا الشخص نفسه الورقة طلعت مقلوبة فشايفة شوي فقدت الامل او ولكن فيه انتصار على هذا الشخص هذا بشكل عام الطاقات اللي مبيني اكتريتها فيه عندنا طبعا قوس فيه ميزان فيه ابراج هواية كتيره فيه ابراج نارية وفيه شوي مائية لا فيه مائية على الاغلب هذا بشكل عام وشايفة فيه عملية او لالك لحد قريب من عندك عملية ممكن تكون عملية تجميل او غير تجميل عم بتمر على خير وعم يتشافى هذا الشخص او عم بيكون فيه حالة صحية او انت ممكن تكون فيه حالة صحية افضل عم بتصير فيه تطور لهذا الموضوع اذا برج الميزان بشكل عام وراء حلو شوف الناحية العطفية اكتر او فيه استشفاء فيه كان عندك طاقة اه سلبية فيه استشفاء رائع يعني هاي الفترة راح يتم فيه شايفة حب كبير عم بتتبلور حب بينك وبين الشخص المقابل اه فيه تقارب اكتر في هاي العلاقة عم تتطور اكتر فيه توضيحات عم بتصير من الطرف الاخر او حتى منك عم بتكشفوا اوراق لبعض او عم بتقربوا من بعض بطريقة كتير جميلة اه عم بيكون بناتكم تواصل روحاني رائع جدا انت وهذا الشخص عم بشوف المناوشات والانكد اللي كان حاصل المشاكل عم تنتهي لانو الورقة مقلوبة شايفيتك أكتر صرت متأكد من الطرف الآخر رح يأكد لك رح يعني يبعط لك مثل مسجات تطمين شغلات رح تسمع عنه شغلات تتطمن كتير من ناحيته من بعد التوتر اللي كان حاصل اللي كان مبين عنا بالورق اللي قبله شوي مبين من بعد ما كنت خايف في وراك هون مبين بالصورة زي ما انتم شايفين في وراك وقعة او الكرسي اللي انت قاعد عليه مش ثابت فبما انه طلع مقلوب فعم بيكون العكس المعنى عم بتكون شوي شوي اجرك تثبت شوي شوي العلاقة تكون ثابتة انا شايفيتها ترسيم للعلاقة اكتر شايف في طرف اخر في طرف تالت متربص عم بتراقب من بعيد ولكن ما في من ورا شر لانه عم بشوف هاي العلاقة اللي بينك وبين الشريك عم تتوج زي ما انتم شايفين هون يعني اه متل رح تكبروا سوا متل رح اه تكونوا اه مع بعض طول الوقت عم بشوف كمان في وفرة مالية عندكم اه في المستقبل فكتير بالنسبة للوضع العاطفي لبرج الميزان كتير حلو هذا الشهر خلينا نشوف عقلك الباطن يا برج الميزان هذا الشهر على شو اكتر شي عم بتركز على شو عم بتكون شغل بالك اه كتير حلو هون مبين انه عجلت الحظ عجلت الحظ اه رح تكون معاك اه او ممكن يكون هذا الموضوع متل بتلف اللفة في قارمة رح تحصل عليها اه في اموال ممكن تحصل عليها كل الشوائب اللي كانت في عقلك الباطن الهواجس المخاوف الاوهام رح شوي شوية تتخلص منها هاي الفترة رح تتلاشى في نهاية الفترة رح تلاقي حالك يعني قاعد فوق عم تضحك على حالك انه انا شو شو كنت عم بفكر يعني شو كنت عم بخاف من شو يعني بتستغرب من نفسك اه فشايف كرت كتير حلو شوف هون اذا في تحذيرات مثلا لبرج الميزان او واو اه مبين عندي مثل بستان خضار اوراق عم تزهر اه تزهر اه ورود اه شايفة يعني فيه اشي مسمر عم بتعمله اما العلاقة العاطفية عم بتعطي نتائجها من بعد صبر كبير على الحبيب عم تلقط النتائج تتلقط بالنتائج اه او انه يكون مشروع انت بلشت فيه بالاديما وعم اه واخيرا عم تحصل على النتائج لكن انا شايفة هذا الكرت عاطفي اكتر يعني ممكن يكون العلاقة العاطفية هي نفسها اه رح تتطور او رح اه من بعد اه ما كانت اه مثل الورد الدبلاني او كزا اه رح لا رح يصير فيه اكشنز بالعلاقة رح يصير فيه وعود من اه الطرف الاخر رح يصير فيه ترسيم ممكن للعلاقة اه ها وسطا بقولك الفترة الجاي رح يكون فيه اه فيه شخص قريب منك كتير كبير بالعمر اه هذا الشخص تقريبا من ابراج خلينا نقول اه اما ترابية او نارية ممكن مائية اه هذا الشخص رح يساعدك كتير بالمشوار بالفترة الجاي ممكن اه كتير معقول يكون على الصعيد العملي فا اه اه كون متشبه في هذا الشخص وكون اه خلينا نقول على علاقة طيبة في هذا الشخص لانه رح يساعدك اما في اه يعني فرصة عمل جديدة او بالعمل او حتى بالعاطفة ممكن يكون هو شخص حكيم انت بتستعين فيه بكتير امور اذا برج الميزان شو يطلعينا هون واو عم تهتم كتير يا برج الميزان دائما بطلع لهذا الكارت لإلك أو شبهه عم بتحاول هاي الفترة تعمل مثل ريلاكسيشن تطلع عم بتهتم في حالك أكتر عم بتكون في عمليات تجميل كتير رائعة واهتمام بالبشرة أو الجسم عم تهتم بمظهرك كتير هاي الفترة وعم بتكون عن جد محط الأنظار طبعا كالعادة برج الميزان فعم بتكون محط الأنظار بهاي الفترة خاصة الأشخاص اللي ما عندهم حدا في حياتهم كتير معقول إنه يدخل حياتهم حدا كتير قوي صاحب سلطة شخص مناسب على الصعيد العاطفي أو هو كمعجب أنا بشوفه فهذا الشخص معقول كتير يكون برجه مائي مثلا فلولو نوجد هذا الشخص حواليك أعطيه فرصة خلينا نشوف كمان لبرج الميزان في موضوع يعني في وفرة مالية في موضوع رح يحطي نتائجه زي ما قلنا قبل شوي هذا تأكيد كمان ممكن تكون العلاقة العاطفية في ناس كتير رح يفرحو لكم وفي ناس كتير لا ما رح يفرحو لكم أبدا بتطور العلاقة أو بالزواج أو كذا رح يكون في عيون كتير فانتبهوا ترجمة نانسي قنقر